بيعازم قبل السيد رئيس الوزراء القاضي عن قوات المسلحة ومتابعة السيد وزير الداخلية والتواجد الميداني أولاً بأول لحد هذه اللحظة لسيد وكيل الاستخبارات الفريق أول أحمد أبرغيف وفرق العمل اللي عامله الجهد هو نوعي طبعاً حتى نفسه للمواطنين الشبكة اللي تم القالقها بضعها هي شبكتين واحدة في كاركوك والأخرى في الأنبار اليوم نحن نتكلم عليها هيلي في كاركوك والأنبار إن شاء الله نحن نتكلم عليها لاحقاً العمل هو نوعي عمل استخباراتي معلوماتي بحث بشكل كبير جداً وبجهد فني اللي شفناه ثاني واحد اللي المدعو أيوب أو أبو أسامة وممكن شفناه ينقل الحقيبة هذا هو مسؤول عن نقل الأحزمة للحاجث الأول حاجث الشهداء في مدينة الصدر والحاجث الثاني اللي الحمد لله تم القالقبض على الانتحاري المدعو أبو جعفر هذا اللي عمره 15 سنة لكن تم القالقبض عليه كان مخطط أنه يكون عملية التفجير في الباب الشرقي فيما يسمى غزوة العيد هذه المجموعة طبعاً موجودة في كاركوك تم القالقبض عليهم في مناطق مختلفة المنطقة الأولى كاركوك والأنبار وأحدهم في بغلاد وآخر واحد تم القالقبض عليه قبل قليل ومن خلال متابعة سيد الوكيل وتواجد الميداني في إقليم كردستان العراق وشكراً أيضاً للأخوة في مكابحة الرهاب في الإقليم لتعاونهم كبير جداً مع الأخوة في وكالة الاستخبارات سيد الواء قبل أن نعرج على حيثيات عملية القالقبض يعني الشبكات التي تحدثت عنهما هم متورطتان كلاهما بهذه العملية أم ليس كلاهم؟ نعم متورطين في هذه العملية وفي عمليات أخرى وأيضاً كانوا يخططون لعمليات أخرى في بغداد ومناطق أخرى بداية الموضوع كان من خلال التوصل إلى الرئيس الانتحاري المتبقي في التفجير من خلال الجهد الاستخباراتي والفني تم التوصل إلى هوية هذا الانتحاري ومن ثم الوصول إلى ذويه طبعاً ما لحنا نقدر نتكلم أكثر لأن بعد أكو تفاصيل متعلقة أخرى بعد ذلك كانت نقطة الانطلاق في عمية تلقاء القبض على الانتحاري أبو جعفر ومن ثم الوصول إلى أبو إسامة أيوب وأيضاً آمر مفرزة خالد أبو حسان وماجد ونوري والباقين اللي طبعاً في عمليات التجديد وغيرها بذلك كل خيوط الجرمة الآن بين أيدي القوات الأمنية لا يوجد هارب لا يوجد شخص مجهول لا يوجد هارب بالعكس من ذلك يعني من خلال التحقيق من خلال التحقيق الفني والجهد الكبير للأبطال في هذه الوكالة وكالة الاستخبارات تم التوصل إلى خطوط أخرى وإلى عمل آخر وإن أحمد الله كثيراً أنه تم إحباط هذه المحاولات الدنيا اللي كان من خلالها أنه عملية استهداف للمواطنين وإن تلاحظوا في شيء مهم جداً اللي كانت كان بيه المجرم أبو إسامة اللي هو يعني يعمل في فرن في منطقة الدورة اللي هو أساساً ليس من أبناء بغداد على كل حال هذا قام يقومونه بعملية الاستطلاع ومن ثم عملية اختيار توقيت المناسب اللي يكون بالمواطنين الموجودين أنا آخر للمواطنين موجودين